اخير قسم بلبنانية هو المرأة في السياسة اللبنانية في السياسة هل قدرت انها تكون ناشحة هل قدرت انها توصل للعمل السياسي مثل ما لازم المرأة مشهود لقلها بعملها تنظيمة وبحبها الشفاف للوطن عكل حال كل التجارب سابقة بتثبت انه المرأة هي جديرة ورح نستضيف اكتر من سيدي بهالقسم حضرت النائب سيدة جعجع اتجرأت بظروف كتير صعبة على لبنان وعلى القوات اللبنانية وقدرت انه تكوني موجودة وعم بتقودي بالنهاية حزب بطريقة من الطرق ولو كانت الظروف صعبة وقاسية ومخيفة كمان كامرأة التحدي كان اكبر وفي حدا دعمك طبعا كامرأة بهديك الفترة كان التحدي اكبر انا متل ما بتعرفي بس اعطوك الجوزة بالاربعة وتسعين ما كان عندي اي بوست سياسي بقل بحزب القوات اللبنانية وما بخفي عليك بالبدايات في كتير راهة انه ما رح انتظر واني رح ازهق وما رح يكون عندي المكونات المقومات اللازمة كامرأة تقدر خود هالتجرب القاسي وانما طبعا فيي قول انه كان الحز حلفني اول شي بايمان الحكيم فيه اولا بالكنت عم بعمله بس قبل كنت اخدت خياري انا عن سابق تصور و تصميم انه انه امسك المشعل لان بظرف استثنائي معاد موجود الحكيم شخصيا بالاضافة اعتقلوا ما لا يقل عن ست سبع تلاف رفيق ورفيقة لقلنا بحزب القوات اللبنانية ان وجدت على الساحة لوحدة كان عندي خيار من اتنين يا استسلم يا امسك المشعل واتكل على نفسي وكمل اللي ساعدني فيما بعد طبعا هو ايمان سامير جاعج عبد العنب عبدالوبرة بالاضافة لايمان مجموعة كتير كبيرة من رفاقنا بالقوات اللبنانية اللي امنوا بالقضية اللي انا عم بناضل من اجله طبعا ووقفوا بجانبي وسندوني وهون بما انه نحنا اليوم مجتمعين باليوم العارمي للمرأة وتكريمة انا اول شي بحب عيد المرأة اللبنانية وقلها اني انا بفتخر كون امرأة من هالسيدات اللبنانيات وقلها انه قوعى تخمن بي ولا اي لحظة من اللحظات انه حدا رح يقدم له شي ببلاش مفترض تتكل على نفسها تآمن وتناضل وتخطط تقدر توصل وهي من بعد تجربتي المتواضعة باخر عشرين سنة كيف يتم تحفيز المرأة بالقوات اللبنانية لتولي مسئوليات والترشح كمان عن الحزب اولا نحن بس قرينا النظام الداخلي بقلب حزب القوات اللبنانية بال2015 انا هون بدي حي رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع اللي هو مؤمن بالشريك الاخر لأي مجتمع تيكون متقدم وسبق وموجود هو مؤمن بوجود المرأة شريك اساسي للرجل متل ما الرجل شريك اساسي للمرأة ونحن اعتبرنا انه بيصن باشر او نبلش بهالتجربة بقلب حزبنا من هالمنطلق اخذنا قرار بالمؤتمر العام بالهيئة التنفيذية انه تكون المرأة موجودة صحيح بنسبة ضئيلة اولا عشرين بالمية وانما ما اردنا تكون هي ديكور فقط حبينا نبلش بهالنسبة اولا وفيما بعد كل سن بسنة تمشوف كيف التجربة وبتمنى انه توصل للخمسين بالمية فيما بعد هلأ طبعا بالنسبة للترشح نحن متل ما بتعرفي في رؤسة مراكز بكل قضاء بلبنان بقلب الحزب يعني بعطي مثل وتتوفى الشيخ فريد حبيب مثلا اجتمعوا رؤساء المراكز عندنا بقلب الحزب وبشكل ديمقراطي افرزوا بعض الاسماء طبعا اجتمعنا نحن كهيئة تنفيذية واردنا واخذنا بعين لاعتبار طبعا الفرز اللي هني اخدوه او اعتمدوه كتسمة رفيقنا فادي كرام وهون في شغلي بحب ضوي عليها انا كمسؤولة بقضاء بشر وكنائب اصريت بالالفين وعشرة باستحاق الانتخابات البلدية والمخترية انه نبلش نعود ناسنا واهلنا على وجود المرأة بقلب المجتمع من هون صممت عن سابق تصور تصميم انه نوصل عشرين امرأة على عشر بلديات بالقضاء بهديك الفترة وحتى بتذكر تماما انه اتصل فيي الوزير زياد بارود بهديك الفترة كان وزير داخلية وقال لي ستريدة انا بدي هنيك لان انتو اخدتو اعلى نسبة بلبنان كانت 14% طبعا كانت نسبة ضئيلة جدا وانما كانت مبادرة مني انا شخصيا طبعا مع مجموعة من رفاقنا بقلب قضاء بشري صممنا وقلنا انه لازم انه نبلش نعود مجتمعنا بقضاء بشري على وجود وحضور المرأة بالندوة وبمجالس البلديات ولما بتوصل المرأة على البرلمان وحضرتك اليوم بالبرلمان تقلب الموازين وهالقوانين البالية اللي موجودة ما بتلحق كمان المرأة حتى لو وستت على الشأن العام ما في شك انه في قوانين مشحفة جدا بحق المرأة وانا بالحقيقة حضرت سرد نعم بالنتيجة نحنا كتكتل بحزب بالقويت الليبنانية اللي مقلف من ثمان نواب انا الامرأة الوحيدة وانما في مجموعة سبع نواب رجال بتعيوان انا وياهون وهون بدي نوه طبعا بالجهود اللي قام فيها النائب إلي كيروز والنائب شانجنجنيان ونحنا كنا مبادرين بمجموعة مشاريع قوانين واقتراحات قوانين وانا رح سرد لك ياهون رح أعطيك الورقة بشكل أساسي كنا مبادرين بإلغاء جريمة الشرف عام 2009 بالإضافة لأننا تقدمنا بإقتراح قانون بإلغاء التمييز بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا ثلاثة دعمنا مشروع القانون لحماية المرأة من العنف الأسري وبعدنا دعمينه طبعا لتاريخ اليوم وأضف إلى ذلك أنه عملنا من أجل تجريم الاقتصاب الزوجة كجرم مستقل وهون نحن استضمنا بشكل أساسي بقانون الأحوال الشخصية كاتيا يعني نحن ما استضمنا ببقية يعني هيمنى قصة مقصومة رجال ونساء بقلب الندوة البرلمانية ما في شك أنه مجيء مجموعة من النساء على الندوة البرلمانية بتساعد طبعا تحسس المرأة باتجاه المرأة الأخرى طبعا إلى غير نكة بس نحن بحاجة للشريك الآخر الرجل والنائب تنقدر نزيل هالقوانين المشحفة والمؤسفة نحكي فيها نحن اليوم بال2014 باتجاه المرأة شكرا لسيد سيدا جعجع نائب البرلمان لبناني أما بالستوديو رح نستضيف سيد ريا الحسن وزيرة المالية سابقة وسيد نادا زعرور رئيسة حزب الخضر اللبناني والمرشحة كمان للانتخابات النيابية أهلا وسهلا فيكن سيد ريا الحسن وزيرة مالية لما طلعت وزيرة مالية الفرحة كانت كتير كبيرة لأنه بهالوزارة يعني للنساء لأنه هالوزارة بتحديدية اللي تعتبر بلبنان وزارة يعني من أهم الوزارات أو بلك أهم وزارة بالنسبة للبنان الاقتصاد كتير مهم أن تكون عم بتقودها امرأة كانت شغلة كتير مهمة هل فعلا قدرت تكون مرتاحة بتوليك لها المهمة أو كان فيه صعوبة أنه مرأة تكون عم بتشق الطريقة المصدقية بها الوزارة لا بكل صراحة كموقع وزير مالية كنت كتير مرتاحة فيه لأنه أنا عايشت كل الملفات المالية والاقتصادية وكان عندي خبرة طويلة بوزارة المالية من فترة طويلة يعني من التسعينات ليس ككفاءة ولكن كتعامل مع الأشخاص يعني مش معوضين على لما لفت أكيد كانت هيني كفاءة أكيد ما كان عندي مشكل ولكن أي كتعامل واحد كامرأة بهيك موقع لأول مرة بدأ تثبت حالة بدأ يكون عندها مصدقية مع الغير بدأت تتعامل بطريقة يمكن مع الرجال كتير وإذا كان بيقالب مجلس وزراء أو كان بيقالب مجلس نواب بدأت تتعامل معهم بطريقة أنه هي يكون عندها ثقة بنفسها وتفرض حالها ويكون عندها إيمان بحالها لو ما تخليهم يعني يتعاملوا معها بفوقية معينة هالشي كان كان صعب ولكن هيدا تحدي كان لألي وبتصور مع الوقت قدرت يعني تخطى هالتحدي وأنا باعتقد أنه قدرت اكتسب ثقة مجموعة كبيرة ما بدي أقول كل السياسيين ولكن مجموعة كبيرة من السياسيين وبتصور كمان قدرت اكتسب احترامهم لألي فإن شاء الله يعني هيدا تكون بداية مصار كبير لانخراط المرأة في العمل السياسي بوزارات أكيد غير يلي كانت عم تكون فيهم مثل وزارة الشؤون أو وزارة العمل أو إلى أخير ما بيمنع أنه يعني لما عم ترجع تجي الوزارات الجديدة أو الحكومات عم تتشكل عم يكون في صعوبة أن توصل المرأة بده دعم كتير كبير لحتى اللي تقدر توصل ما عم نقدر نغير بعد هالمفهوم ولا بأي طريقة مع أنه الكافئة موجودة مع أنه التغيير عم بيكون موجود والمصدقية يعني كتير عم بتكون لك كل صراحة يعني أول شي مسؤولية الامرأة نفسها بد يكون عندها رغبة أول شي هالرغبة بتتوجب أنه يكون في عندها التزام وبدها تقوم بتضحية ما وهالشي بتوجب عليها كمان أنه هي تشغل على نفسها تعزز قدراتها تعزز خبرتها فهي جزء كبير وقع عليها كمسؤولية أنه هي تكون رغبانة تفوت بهالمعترك كيضا ولكن أكيد في مسؤولية كمان على صناعي القرار إذا بديكو على الحكومات أنه تعمل الأرضية المناسبة لتخليها هي تفوت بهالم المتخين والكافئة عند المرأة مش ناقصة يعني مش ناقصة بس في نحكينا هلأ عم نحكي أنه في بعض النساء يمكن مش رغبتهم طبعا لا بهايك مضمار يعني فبدي يكون عندها رغبة قوية لأنه بتلتزم هالشي تضحية كبيرة منه حتى الرجال مش كلهم عندهم رغبة أنه يكونوا عم يشتغلوا بالشأن العام يعني هيدا موضوع أكيد أهلا وسهلا فيك يا سيد ندا زعرور حددتك رئيسة حزب الخضر اللبناني وأنت أول رئيسة لحزب رئيسة لحزب بلبنان بس لهيئة كمانة أول رئيسة لحزب أخضر بشر الأوسط صحيح يعني اللي ذكرتي هيدا نحنا تبلغنا فيه مؤخرا من أحزاب الخضر الأسيوية نعم وياللي أكيد موجودين يعني بنشاط كتير جيد واتصلوا فينا وهني عملوا ريسيرتش علينا وجلقونا يعني خلال هالفترة الزمانية اللي احنا اللي عم نشتغل فيها يعني لليوم بسرق لنا عشر سنين عم نشتغل أنا ثاني رئيس للحزب وانتخبت أكيد رئيسة حزب من الرجال أيضا مش بس من النساء يعني اللي انتخبوني نحنا جئين من مجتمع مدني ناشط جدا اشتغلنا بالعمل البيئي خلال خمسة عشر سنة وقدرنا نخرق بطريقة معينة لنوصل إلى صنع القرار وهيدي تجربة الدول المجاورة لألنا الدول الأوروبية والدول المتوسطية أخذت هذه التجربة وانتقلت من العمل الميداني من نقول الجمعيات البيئية لتصير بموقع القرار تشتغل بالعمل السياسي حدثك مرشحة على الانتخابات النيابية اي اكيد هلأ مرشحة اكيد كنت مرشحة بالسابق يعني هاي أول ترشيح لهذا السيزن إذا ما نقول يلي أجلوا لنا بس نحنا مرشحين بغض النظر على القانون الانتخابي يلي أكيد مجحف جدا يعني بالأقليات ولا المرأة أيضا بس نحنا مننظر أنه بديك تجربة بديك تخرقي هيدا الحظر عمليلك حظر لأوقع بديك تخرقي هيدا الموضوع التابو نحنا دايماً عنا تحدي بيننا وبين نفسنا من هيك عم نشتغل بالسياسي لنقدر نخلق نموذج وموضل جديد فنشوف مين عنده الرأي نفسه كمين بيهرفت منحق كمواطن لبناني أترشح على الانتخابات النيابية وعندي شعور عالي أنه بقدر أعمل فرق مرشحة عن دقرة زحلة البقاء وعن كل لبنان الإصلاح الإداري هو رح يكون المشروع الأساسي لإلي هدفي من عمل السياسي هو إعلان حيادية لبنان باتفاقية مع الأمم المتحدة قررت أترشح لأني عسيقة أنه عندي طاقة إيجابية سو أنا ترشحت على الانتخابات كرميل تكون السياسة في خدمة المجتمع مشروع الانتخابي هو القضية البيئية يلي بقمون فيها برنامجة مبنية على نقطتين نقطة الأولى هي أنه النفط والغاز إنه ملك الشعب اللبناني وفوائده لازم ترجع لشعب اللبناني وعرفت إنه التنمية والإنماء المستدام بيبلش من فوق ومن موقعي الأكاديمي كأستاذي جامعية شعرت من واجباتي إنه الهموم الشباب للبرلمان تطبيق الدستور من خلال إقرار قانون إلزامية ومجانية التعليم بتمنى إنه يكون حيضا الهدف عم يجمعنا كلنا سواء لنقدر نغير مع بعض ونحسن بكل الفرص اللي موجودة لبلدنا ليقدر يدعى بسلطه الاقتصادية بالاقتصاد العالمي سيدة ريال حسن شو رأيك بهالروبورتاج وهل حب العمل السياسي اللي كنتي عم تحكي عنه واللي موجود عند هالسيدات أكيد مهم وضروري ولكن حكيتي كمان عن معايير ليش بيعرض ضغر المعيار لما منحكي مرأة لما منحكي رجل ما مفكر بالمعايير وأوقات ما بتكون حتى موجودة يعني يعني ما بعف إذا عم نحكي عن معايير نعرف إنه أكيد في عقبات بتجيبها الامرأة مش بحتة بلبنان يعني عم نحكي بكل بلدان العالم يلي هي نابعة يمكن عن عقبات اجتماعية ثقافية تربوية تشريعية في عقبات كتير حتى نساء بكل العالم عم تعانية نحنا يمكن عم نعانية شوي أكتر من غيرنا خصوصا بالبلاد العربية وبلبنان هلأ غير إنه المرأة هي لازم تكون يعني مصممة تصميم تام إنه هي بدي تفوت على هالمعترك هيدا أكيد الحكومة الدولة لازم هي كمان تساعدها من ضمن قليات محددة بتقدمها للامرأة لحتى هي تسهلها هالانخراط بالعمل الحكومي في مسألة الكوتا مثلا هيدا شيء أكيد بديه بالنسبة لإننا لأنه لازم لهالفترة الانتقالية قبل ما تصير هي الامرأة منخرطة بالعمل السياسي لازم نشجعها من خلال إجبار لفترة كتير قصيرة الأحزاب السياسية إنه هي تقدم ورشحين نساء ببعض الأعمال يلي فيها تقومها فيها الحكومات من خلال التشريعات أو غيرها فينا نحنا نبلش نحفز الامرأة لحتى هي تكون محمسة أكتر لحتى تقدم ترشيحها وبعدين هي كمان فيها بهالفترة تنخرط أكتر بالعمل الحزبي بالعمل المجتمع المدني لحتى هي تبلج تكون مؤثرة أو تأثر بصناعة القرارات يوم أنت أكملت حضرتك أكملت العمل السياسي أنا بعدني بتيار المستقبل أنا عضو بمكتب السياسي وأنا عم بشتغل على كل المواضيع الملفات اللي خاصة بمواضيع الاقتصادية والمجتمع الآن العمل السياسي مش فقط أنه نترشح على النيابة فيه كمان عمل أكيد نحن وقتنا براية الحكومة كنت عم بشتغل معارضة بالملفات الاقتصادية وفيه عمل تطوعي كمان هذه كانت البداية بالنسبة لإليك هالعمل تطوعية اللي هدفوا خدمة المجتمع وبعدين منرجع ونوصل الخبرة كثير مهمة أنها تكتسبها المرأة والرجل إذا بدوا نشتغلوا بالشأن العام نحن بحزب الخضر ما عنا أكيد الجندر هو أساس المرأة أو الرجل بتوصل بالكفاءة بس أكيد مندعم موصول المرأة إلى صنع الكرار لأنه لكي فيه معايير كتير متاخدة بالعالم المرأة لما بتكون موجودة بصنع الكرار كتير أمور بتتغير لأنه هي بترفض الحروب يعني المرأة بطبيعتها بترفض الحروب وأثبتت أنه بوجودها بالسلطة نسبة الفساد بتخف كتير فهي دي معايير يعني حطتها الأمم المتحدة وبينت أنه المرأة متميزة يعني بأداءها لما بتكون بموقع القرار أو السلطة فنحن بننظر لهيدا الموضوع بس أكيد مجتمعنا زكوري نحن مثل ما قلت معي للوزيرة بدنا مرحلة انتقالية لنقدر نوصل فينا ننظر للدول المجاورة يعني عندك بإيطاليا أخدت فترة يعني المرأة تكون ممثلة بالبرلمان أخدت فترة لا بأس فيها بس حطت القوطة هي مرحلة transition period بدك تنقلي فيها لتوصل يصير هالمجتمع يتقبل وجود المرأة بصنع الكرار إلى جانب الرجل استريا اليوم في مطالبة من بعض النساء إلى وزارة لشؤون المرأة شو رأيك؟ على غرار يعني بعض الدول الأجنبية برأيي بتكون هايدي خطوة شجاعة من صنعي الكرار إذا بينشقوا هيك وزارة أكيد مثل ما بس لعقب على قلته السبندا يعني مبين كان بكل الدراسات اللي عملت أنه كل ما تقلصت الفجوة بين النساء والرجال وكل ما ساهمت المرأة بصنع قرارات ما عم نحكي بس بالشأن العام حتى بالشأن الخاص كل ما صار فيه تحريك للعملية التنموية بالبلد فمنه طرف مشاركة المرأة كعامل إنتاج مهم بالمجتمع منه طرف هيدا ضرورة لتنمية المجتمعات من هوني أكيد إذا عم نطلع لها من هال منطلق إذا نحنا عم نفكر أنه بدنا ننمي الاقتصاد وبدنا نزيد عامل النمو وكل المواضيع الاجتماعية والاقتصادية بدنا نعالجها يمكن هيدا المدخل الصحيح أو أحد المداخل الصحيحة يلي نحنا فينا نعملها أنه ننشق هالوزارة يلي هي بتاعنا بأمور النساء مش بس النساء النساء كعامل إنتاج مهم بتنمية الاقتصادات وهيدا الشيء أكيد بيساهم بكل الوضع البلد من ناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية سيدة نادة زعرور سيدة ريل حسن كانت جاهزة لاستلام وزارة وأثبتت يعني مصدقيتها عند الشعب اللبناني نشهد لها نحنا اليوم إذا يعني عينت وزيرة بأي وزارة ممكن أن تكون فاعلة نحنا بالملفات اللي عم نشتغلها فيك تبلش بالطاقة فيك تبلش بالزراعة وفيك تبلش بالبيئة يعني هم ملفات حيوية إنمائية نحنا كتير بهمنا أن نكون موجودين فيهم بس للأسف يعني منجرب نحنا بنعمل لوبيين كتير لحتى نقدر نكون إذا كانت حكومة تكنوكرات عنا حظوظ كتير إذا حكومة هيك فترة صغيرة كمان بيكون عنا حظ بس ما بتكون حكومة توافقية منصير بره لأنه بتكون الأشخاص اللي عم تتوافق أكيد بدوا يكون فيه من الطرفين بس نحنا عم نجرب نخلق نموذج معين بالعمل السياسي بالبلد أحزاب الخضر بالعالم أثبتت أنه هي ممكن منها ما بتقدر تكون هي بالحكم بس هي بتقدر تأثر وتغير الوصول إلى الحكم بل كي بتأثر على القطرار كم مشروع أكيد أكيد أكيدنا عنهم اليوم مشاريع الأوانين يلي موقفة ويلي هي بتحمي المرأة وبتحمي العائلة وبتحمي كمان أنا بموضوع الوزارة للمرأة أنا كمان بنظر إلى وزارة لحقوق الإنسان لأنه ننظر لها كلها بترسدي المرأة وبترسدي يعني المرأة بالزاد يمكن يخدوها عنصرية يمكن ما يفهموها بس وزارة خاصة لحقوق الإنسان لأنه نحن عقوقنا رايحة يعني رايحة كلها يعني لبنانية لليوم خلص وقتها للأسف ولكن ممكن الحديث يتول ويتول أخذنا خبرات كتير حلوة اليوم من ضيوفنا أكثر من عشرين ضيف كانوا معنا على هالبلاتو نحن نشكرهم لأنه لبوا الدعوة بدون تردد يمكن لأنه هم المرأة لازم يصير ويكون هم وطني حتى يقوم هالمجتمع إذا كان نص المجتمع تعبين فالنص الثاني ما رايح يقدر يقوم بالمهمة خاصة أن المرأة مش نص بس أول شي هي أكتر من نصكي نعم يقول أستاذ براهيم بهالحلقة براهيم شمس الدين وكمان عفية عنا الولاد يلي بيكونوا متأثرين جدا جدا بهالعنف والظلم كمان يلي موجود بالنسبة للمرأة متأمل خير بكل هالمواد يع بس بكل الأحوال متأمل أنه المرأة توصل على الشأن العام وهي تكون فاعلة وتجرب أنه تغير ورح تقدر أكيد وعا كل حال اليوم بالحكومة الجديدة شرف للمرأة اللبنانية دعم رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اللي أصر أنه يعين امرأة بالرغم من كل التحديات طبعاً الوزيرة قضية قليس شابتيني نحن من حيية ومن بركلبية الوزارة ومن اللي أكيد كلنا ساعة على قد المسؤولين لأنه أصلاً هي على قد المسؤولية بكل شيء عملتوا له هلأ شكراً لكل اللي تابعونا لليوم شكراً للكم مشاهدين أو لكل ضيوفنا كل يوم عالمي للمرأة وإنتوا بخير بس أحسن من هلأ شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة